مسلسل الاعتداءات الحوثية على طلبة جامعة صنعاء والجامعات اليمنية الواقعة في المناطق الخاضعة لسيطرتها تتواصل باستمرار وعنف أشد ومع خروج تظاهرة منددة بالحوثيين من جامعة صنعاء مطلع الشهر الجاري حولت الميليشيات الإمامية جامعة صنعاء إلى ثكنة عسكرية ومخبراتية خاصة بها لقمع أي نشاط طلابي محتمل لم يقتصر الأمر على جامعة صنعاء فقط بل تواصلت الاعتقالات والخطف ومنع التعليم في عدة محافظات تتواجد بها كليات تابعة لجامعة صنعاء أو جامعات أخرى في محافظة الجوف حيث تتقسم السيطرة على المحافظة القوات الحكومية وميليشيا الحوثيين الإنقلابية تمنع الميليشيات الطلبة في المناطق الخاضعة لها مثل المتون من التوجه إلى الكليات في مدينة الحزم المحررة بشكل تعصفي وقمعي طلبة جامعات إقليم سبأ في الجوف نظموا وقفات احتجاجية لتضامن مع زملائهم الذين يتعرضون للقمع والحجز المستمر على يد النقاط الحوثية بشكل مذل ومهين الطلاب المتضامنون يعرفون تماماً أن منع الطلاب من التوجه للجامعات وقدمت لخطفهم إلى الجبهات للقتال من أجل سلالة وإعادتهم إلى مواطن الجهل والحرمان والعبودية أمام هذا الواقع يتحتم على الحكومة الشرعية كما يقول مراقبون طرد ميليشيات الحوثيين من محافظة الجوف وتحريرها ما لم فإن الجهل والأمية سيتنامى وجنودها سيزيدون وتلك هي غاية الإمامة وأحد أركان سيطرتها